السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم أي لمكنتم وحيث ما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة اليوم خاوتنا موضوع مهم ومهم جدا يخص موتيبي ويخص الكاف تفكروا نهار كي نحاولنا على كوبدافريك باش نظموا كوبدافريك وعطوها المغرب مع أننا الأفضل وكشفنا الكولسا كيفاش كي جولة زاير يرقبونا حتى المراحيط لكن في المغرب ما عدنا ولا صورة تدل على أن المغرب أو تدل على أنواد اللجنة لمقرنتها أصلا في مراكش راقبة المرافق الخاصة بالمغرب وانشرنا فيديوهات وانشرنا صور لأن ملائب المغرب غير لائقة وما زالها بحاجة إلى ترميم كبير وتكبير جدا في هذا الفيديو احنا نتكلم عن كيف يداعب العواطف الجزائرية عاطفي شعب الجزائرية فقط تقسلو في سنتيمو ويفرش لكلش احنا هكذا شعب الجزائرية شعب بقدر ماء وسقون ومخلق لكن العبل على سنتيمو واللاغر يعني تاكلو بهو بهو بحوو يجو على كل حال باتريس موت سي بي هو يلعب على هذه الجزئية علش فوزي لقجع وش ديكلارة لي الكاف بصفة العامة لم يجب دوا الأشخاص وش كون وش يش كون ديكلارة لهم قالهم باللي بلادي باش تنظم كاس إفريقيا في الوقت المحدد مستحيل إلا إلا كم حبيت نظموها في ملائب غير جاهزة مئة بالمئة وإذا كانت الملائب غير جاهزة مئة بالمئة ما معنى ذلك أتوقع أنه ستكون هنا كوارث وأتوقع أنه ستكون كائن لأن أشياء لا يحمدوا عقباها ملعب لما يكون مهوش كامل ما تقدرش دخلتها فيها 120 ألف متفرج ولا تدخل فيها أنا شعارف شفتوا فقط في نهاية تربيانز ليغ ما بينما أظن أهل الميسري والويد الدرياضي المغربي شفتوا وش صراف البيب بينما على الدخلاء يعني حتى وصلوا الوافيات لكن تسطر من نظام النظام المخزن يما لا فوزي لقجع قالهم على الأقل حطوها في الصيف فورين بحجر واحد الأول في الصيف في الصيف الناس كامل الناس كعقونجي يروج للسياحة سياحة بين قوسين أكم على بركم الصيف يعني العالم كامل يمشي كامل لجوار يدو لفاقونس يعني فيش صف الصيف اللي راح للمنتخب التعو وهو راح ما راحش المنتخب التعو يجي بسيف توزائر ولا يمشوا يعني فارتوا ومال مغرب عندها السياحة بأنواحها على كل حال يما لا باتريس موتسيبي وش دار لما اسمح هذا الكلام بدا يدغدغ في المشائر الجزائرية سقسها على كل حال صحفي جزائري يعني على الدعم الجزائر للاتحاد الافريقي وانا على بالي بالي حال هذا الصحفي الجزائري حاب يوصل لواحد النقطة أن الجزائر توقف مع الاتحاد الافريقي لكن الاتحاد الافريقي ما يوقفش مع الجزائر لماذا؟ باتريس موتسيبي هنا وين سوطالو؟ خلي كامل بروتوكولات وش عينينا التحكيم وحكم الظار وقاسامة ومشتقتها رح يركز له على الشان قال له الجزائر نظمت أنه أحسن نسخة من الشان وش دخلنا الشان في الدعم الافريقي والكاف رح قاله موتسيبي هو يحكي وعلى الحجر وموتسيبي جوا بعلمه قال له الجزائر نظمت أحسن نسخة تعالشان وعلى تنظيم عالمي وعندها منشآت وعجبتنا وتبلعت 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 فكرنا هركزة للجزائر احنا الجزائريين والأنصار مضخب الجزائريين ذا يقتلهم من التحكيم الافريقي وباتريس موتسيبي اللي بسولو في البرنوس ويستقبل من طرف رئيس الجمهورية ونوعتكم أن التحكيم رح يكون نازيه والتحكيم ما زال يبعج فينا ولا حييتكلم تتكلم يقولك تخير الوطن معلش هالك النتيجة هالك النتيجة هالك النتيجة احنا اللي قلنا المارس ما يتعاوج احنا خلنا الوضع ما عليش واش حاب يدير مالا موتسيبي هذا ضيد غضق في العواطف ويجبد لك في الشعان في رسالة في رسالة واضحة ومن بعد واش قال هنا هو بيت القاسيد وقال نتمنى ونشوف الجزائر اتنظمنا كأس أمم إفريقيا علش لأن الجزائر نساحبت ملكة إفريقيا واش قالت اللي باتريس موتسيبي في عوض ننظم لك أنا يا وسلكك نو نلتع بالتسيير الداخلي والتطوير وكذا وكذا يعني نلتعو بشأن الداخلي لما يكون عندنا منتخب مركز تكوين ثم نروح إلى أشياء أخرى ها واش قال باتريس موتسيبي وها واش قال للجمهات الجمهات الجزائرية لأنه دائما حبي السيكوريز يروحه هو يعلم حتى في 2027 ذوك البولدان الثلاثة يعلم أنه عندهم مش ملاعب دولية يعني تتلقى دولة تستضيف كأس أمم إفريقيا تستقبل المنتخب بتاعها يستقبل خارج الديار سبحان الله إذنك يعلم أنه حتى حتى إذا سلكت في 2025 2027 راح يطيح يطيح في 2027 يطيح لأنه ما كاش ملاعب أنت منتخب هو ما عندوش ملعب كيف تحوز هو نظم لك كأس إفريقيا لازم على الأقل تكون عندك خمس ملاعب جاهزة كما كود ديفور ما شاء الله ملاعب جاهزة على أعلى مستوى رافرتي أرضية مدرجات شعب مدرجات شعب مضياف برا راح نميها مناش لسونسيا الملائب جاهزة بطريس الموتسيبي وش حبي يدير مجهة نظري الشخصية لما شاف المشاكل أنه في 2025 لقد جاء قادر يعطلها والفيفا رفضت خاف يعود ما يقدرش ينظمها راح ضمنها مع الجزائر بداية يلعب على وطر الحساس أنت على الجزائر فهمنا به الجزائريين يعني أنك المغرب ما قادرش وهل الجزائر راح جاهزة نفس المكان نفس كذا لقد جاء بصحة الله ما يخليك على كل حال حنا في هذه الحالة قلني أكملكم مقبل حتى في 2027 أو أعرف بلي أوفيسيال ما يقدروش ويخلي دائما الجزائر والجوكير يفكرني بيع مورا مع جمال بالمواضي أيضا هذه هي خاوتنا هذه هي حبابنا خاوتنا لذلك أنا ندائي لرئيسة الجزائر وليتصادي ما نظموش بأسي بيها هاي ليك شرح تنظمها في وين ما نشعرف وين في أوغندا والرب يسهل عليه ما نظموش سيبو حنا نبعنا بالفول بعنا بقشورو هنتعرف باللي فوزي لخج حسنا نقولكم في الفيديوهات السابقة أنه والله ما بيه أنه يفوز بتظاهره لسوسيال الجزائر نظمة نظمة كأس إفريقيا إبا نبدوها ما تنظمش قلناها وقعدناها نارو تكرارا لا يهمه فوز الجزائر لا يهمه فوز المغرب عفوا بقدر ما يهمه لا يهمه يعني خسارة المغرب بقدر ما يهمه خسارة الجزائر ولا يهمه فوز المغرب بقدر ما يهمه يقصى الجزائر هذا هو شغل الشاغل وهذه هي إفريقيا وهذه هي الكولاسة ذورك حنايا الكرة والراهي رأي في مرمانا موت سيبيرا هو يشر إلا احنا قادرين كيفاش نجيبوها يمليح علينا بصح في الوقت الراهن هنقدرين نظموها بصح خليهم أنا من رأي خليهم يشبعوا بيها خليهم يباصوا وخليهم يتفضحوا وخليهم لأنه همانا كليح الوجههم بخص وخلي يزيد التفضح هذه هي أنا قراءتي وهذه هي وجهة النظر أنتعي تبقى دائما أقول وجهة رأي هذه تحليل تاعي الشخصي تحليل تاعي الخاص ربط بالأحداث فوزي لقجعها وشقال مو تسيب بها وشقال لذلك أظن أنه هذه هي إفريقيا لسانسيال يعكسوا الجزائر من بعد ويضربوا الجزائر من بعد لما يتقلب بهم الكاليج كما يقولوا وحد المثل نهارك يحصوا وحتيهم صح راهم صفابا يعيطوا للجزائر باهتلكهم لأن الجزائر دائما هي جوكير شاركونا برأيكم في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا